على فكرة ما هو يعني سيبك احنا لما حطينا في الفيسبوك وكتير يعني نزلين بعباراته كلمات بالمعارضة هو سيبك من الموضوع هو مش اهم شيء تدرس الشخصية مين الشخصية اللي مندرسها شيء تاني الكتاب طب يا اخي ليه ما بتقرأ بكلمة الله ليه غير مسموح دخول الكتاب المقدس في كتير مجتمعات شرق اوسطية ليه طيب ليه بيسمحوا كتب الحاد وكتب اخرى تدخل طب هذا الكتاب المقدس شخصية يسوع المسيح هل فيها شيء ما يحرج او يخجل او ينكس الرأس طب اقرأ الكتاب اعطي نفسك فرصة انك تقرأ وتشوف مين هذا الشخصية اللي انا لازم اعرف منها كيف صيرت حياته كيف تعامل مع الاطفال كيف تعامل مع الاعداء كيف تعامل مع النساء كيف تعامل مع الناس اللي عندها عاهات وخلينا اقول يعني واحدة من العاهات الاعمى مثلا يعني في انجيل يحنى سأل التلاميذ يا سيد من اخطأ هذا ام ابواه حيث انه ولد اعمى قال يسوع لهذا ولا ولا ابواه لكن لتظهر اعمى الله فيه فعلا تفل وصنع من التفل طين طلع عيني الاعمى يعني خلق عيون جديدة وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام ورجع بصير طبعا في احد الايام كان ماشي في اريحة في اعمى اسمه بارتيماوس صرخة يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني طبعا صراخه يعني حتى التلاميذ يعني خلينا يعني يسكت خلي يصمت لكن صرخ اكتر وقف يسوع وسأله ماذا تريد ان افعل بك قال له يا سيد ان ابصر المسيح كان يجول يصنع خير العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والموتى يقومون والمسكين يبشرون تعرف حبائي الرب يسوع كان بيتحنن على الناس اتحنن على هذا الاعمى ما تركوش وما امطعد وغضب عليه وقسة مش وقته انا رايح للصليب هو وقته قسة انك تطلب الطلب اخذ وقته تعرف يسوع المسيح كان يصحف الفجر حتى يصلي او بالليل متأخر حتى حياته خلال النهار تكون كلها مع الناس يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ايبليس اشتركوا في القناة